يستي نبقى أين أعرب القيادي في حركة حمص أبو جرى سلطان أعرب في تجمع شعبي له بقاعة السينما بحسي بحبح بالجلفة أعرب عن تفاؤله بالوعود المقدمة من طرف مسؤولين في هرم السلطة لضمان نزاهة الانتخابات القادمة والتي أكد على أن تكون محطة مختلفة عن سابقتها التغطية لكريم يحيى أنا اليوم متفائل لما سمعته من أفواه رسميين يؤكد بعضهم كلام بعض بأنهم عازمون هذه المرة على أن تكون الانتخابات نظيفة وأن تكون نزيهة وأن تعبر عن ألوان الطيف السياسي في المعركة الانتخابية التي نتمنى أن تكون عرسا للجزائر وليست مجرد محطة انتخابية وتمر